على هامش مباراة التحاد جدة وأوكلاند سيتي اللجنة المنظمة سمحت أن يكون فيه موافقة على حضور الجهاز الفني للنادي الأهلي لهذه المباراة فالجهاز الفني بقيادة مرس الكولر هيحضر مباراة التحاد جدة وأوكلاند سيتي من أرضية الملعب من المدرجات أقصد يعني من ملعب المباراة اللي هتقام عليه هذه المباراة بإذن الله يوم الثلاثة طبعا اللعبين هيكونوا في الأوتيل ولكن الجهاز الفني بالكامل بقيادة مرس الكولر هيكون موجود يوم الثلاثة في ملعب المباراة عشان يتابع بشكل مباشر مباراة التحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي المهندس خالد مرتجي هو رئيس بعثة فريق النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية وده كان قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي بتكليف المهندس خالد مرتجي أمين السندوق برئاسة بحثة الفريق المتجهة إلى المملكة العربية السعودية غدا الأسنين للمشاركة في بطول التكأس العالم للأندية حرص المهندس خالد مرتجي على التنصيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة خاصة ملعب التدريب وسائل الانتقال والإقامة والإعاشة في الفندوق اللي حدده الاتحاد الدولي لإقامة فريق النادي الأهلي المهندس سامير عدلي والكابتن خالد بيبو هيكونوا موجودين بكرة مع البعثة مش هيسبقوا البعثة زي ما اتكتب في بعض المواقع وبعض الأخبار يمكن أنا اتكلمت مع الجهاز الفني كابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي هيكونوا موجودين بكرة مع البعثة في توقيت الصفر بشكل اعتيادي عادي جدا عادي جدا